تواصلت عروض مهرجان جائزة سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري لاتحاد رياضة ذوي الإعاقة والمخصصة للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة تحت شعار لنغرس بسمة وتواصل الحضور الجمهري بشكل لافت على مسرحية بيت العزلة التي أبدع بتقديمها ذوي الإعاقة البصرية ببصيرة تخطت أعراف خشبة المسرح جعلت من الكفيف فنانا يعتمد على حسه الفني وما وهبه الله من قدرات وضعته هنا بكل ثقة وشجاعة ليوصل رسالة للجميع يقول في مطلعها أنا كفيف ولكنني هنا أؤدي فنا وعنطق نصا وأحاور الناس بطريقة خاصة فهنا فوق خشبة مسرح نادي مدينة عيسى الثقافي والرياضي تكاتفت الجهود لتتيح لذوي الإعاقة فرصة يخرجون بها إبداعاتهم المكنونة ضمن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة نحن سعيدين بمشاركتنا في هذا المهرجان ومستنصين ونشكر الشيخ خالد بن حمد على دعمه إلى هذه المراكز ومهرجان نفسها والحمد لله نحن نحس أنه ليس أقل من غيرنا نحن نشارك في المهرجان مثلنا مثل غيرنا هي مبادرة وايد حلوة وايد جيدة من سمو الشيخ خالد بن حمد لهذا المهرجان اللي يعطي دافع قوي للشباب في المسرح بشكل كله نوعه مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة جاء في سنته الثانية على التوالي بمشاركة خمسة أندية وطنية وثمانية مراكز شبابية بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة يهدف دعم الشباب البحريني على جميع الأسعدة بمن فيهم ذوي الإعاقة طبعا هاي مبغرب على سمو الشيخ خالد بن حمد خاصة في هاي المهرجان المسرحي يمكن احنا أول مرة يكون في مهرجان التحدي مع الأندية وشاركنا وهي بيكون إن شاء الله بادرة خير لنا وهذا بيكون دعم لنا ودعم للجمعية ودعم مبلل المكوفين فقط لجميع المعاقين اللي بيكون لهم دور إن شاء الله ثاني بيكون في مهرجانات القادمة وهذه بيكون بداية خير إن شاء الله أنا عن نفسي شاركت في بطولات سابقة مع ذوي الإعاقة من قبل وزارة التنمية ولأول مرة أشارك مع قرنائي وأخواني المبصرين فكان لي دافع وشيء صراحة ما كنت متوقعة أني أنا وصلت إلى أني قاعد أنافس أخواني من المبصرين على خشبة المسرح وأتمنى كل ذوي إعاقة يحب المسرح ويحب عطاءها للمسرح أيه يوقف هالوقفة هذه لأن هذه إثبات وظهور للطاقة والمجهود اللي عندهم يقدرون يبذلون على هالخشبة صراحة على هذا المسرح قدم المشاركون من ذوي الإعاقة أداء مميزا بكل المقاييس والذي جاء نتيجة للتدريب المستمر من قبل فناني ومخرجي البحرين الذين لم يدخروا جهدا في دعم الطاقات المسرحية الشابة المشاركة في هذا المهرجان يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر